اشتركوا في القناة رئيس مجلس الوزراء عن تمنياته لرئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة كل التوفيق والسداد لخدمة وطنه الشقيق والاسهام في تقدمه وازدهاره ولدولة الكويت وأشعبها الشقيق كل ما تتطلع إليه من تطور ونماء مؤكدا سموه على ما يجمع مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة من علاقات تاريخية مميزة وروابط أخوية متينة في ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم وأخيه صاحب السموه الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة حفظهما الله كما تم خلال الاتصال بحث أطر تعزيز وتنمية التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة بما يعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين الشقيقين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر